مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وفاة جعفر ولي باشا الرئيس الرابع للنادي الاهلي يوم 28 ديسمبر 1943 والقيمة جعفر ولي باشا الكبيرة نظمت له الدولة جنازة رسمية عند بيته في المطرية الله يرحمه وتكلمنا عن اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي يوم الحد 2 يناير 1944 لانتخاب رئيس جديد للنادي وتم انتخاب احمد حسنين باشا عشان يكون الرئيس الخامس للنادي الاهلي وتكلمنا عن السيرة الذاتية لأحمد حسنين باشا وتاريخه الرياضي وتكلمنا عن الحفل اللي اقامه الاهلي لتكريم عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية واحمد عبود باشا علشان المساهمة الكبيرة ليهم في انشاء حمام السباح وتكلمنا عن زيادة عدد الالعاب والمسابقات في النادي لحد ما بقى عدد اللعبات اللي بيمارسها الاعضاء وبتشارك في المسابقات 14 لعبة وزادت المسابقات اللي بتشارك فيها المرأة وكمان استمرت المسابقات اللي بينظمها النادي للطلبة في استمرار لدور النادي التاريخي وتكلمنا عن ريادة الاهلي للبرامج الرياضية في الازع المصرية لما تم اختيار تنم مدربين من الاهلي لتقديم برامج تمارين الصباح زي الاستاذ محمد شكري ومعاه الاستاذ بليخ صفوط واخيرا اتكلمنا عن الحصار الاعلامي اللي عملوا الانجليز على الملك فاروق عام 1944 ومنع اذاعة اسمه في الراديو او ذكره في الصحف وازاي اعضاء الاهلي فكري ابازة ومصطفى امين استغلوا الحفل اللي الاهلي بينظمه سنويا في ليلة العيد وبتحيي كوكب الشرق وام كلسوم وبيتزعف الازع المصرية عشان يتم كسر الحصار بعد دخول الملك فاروق قاعد الحفل بالاهلي واضطر مزيع الراديو يعلن عن دخول الملك فاروق ويتم منح ام كلسوم وسام الكمال وده كان يوم 17 سبتمبر 1944 وحتفالا من الاهلي باليوم الجميل ده وفي جلسة 26 سبتمبر 1944 بدأ محضر الجلسة بما يلي يسجل مجلس ادارة النادي عظيم سرور النادي بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لحفلة الاذاعة اللاسلكية ليلة العيد ووافق المجلس على اقتراح حضرة الاستاذ عبدالوهاب الشريعي بصرف مبلغ 15 جنيه عيدية للفقراء بهذه المناسبة طبعا ما تستقلوش بال15 جنيه دول دول كانوا مبلغ كبير اوي ايام وفي نفس الجلسة اقترح حضرة المحترم الاستاذ يوسف الشريع على المجلس انه نظرا للخدمات الجليلة التي ابدها كل من الاستاذين حسين حجازي ومحمود مختار للرياضة عمتا وللعبة كرة القدم خاصة ان يمنح عضوية الشرف بالنادي فوافق المجلس بالاجماع على ذلك حسين حجازي ابو الكرة المصرية وضمن اول فريق لكرة القدم في النادي الاهلي عام 1911 وسارة 1913 سافر يدرس في انجلترا ولعب لفريق الجامعة وبعد الاندية وبعدها رجع الاهلي واتنقل بين الاهلي والسكة الحديد والقاهرة والمختلط لكن عام 1932 رجع للاهلي ولعب عدد من المباريات قليلة واعتزل كرة القدم وهو بين جدران النادي الاهلي ومحمود مختار التتش بدأ تاريخه في الاهلي عام 1922 وزي ما بيقولوا كده اتولد نجم كان لعيب كبير قوي وكابتن الاهلي ومنتخب مصر في نهائيات كاس العالم والدورات الأولمبية وكان ضمن منتخب العالم اللي تم اختياره بعد نهائيات كاس العالم عام 1934 وبعد الدورة الأولمبية بأمستردام عام 1928 وبعد برلين عام 1936 واعتزل لعب كرة القدم عام 1940 وكان من مؤسسي اتحاد البلياردو ومن أبرز ممارس اللعبة وكمان كان من مؤسسي لعبة الهوكي واستمر يلعبها بعد اعتزال كرة القدم في الوقت ده كان تطوير النادي مستمر زيادة مساحة الأرض وانشاء ملعب جديدة وحمام السباحة اقترب معادل انتهاء من انشاؤه وغيرها 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 من أعمال التطوير في النادي وجات في رأس بعض عضاء النادي فكرة رأس في شوارع النادي وعرضوها على كابتن النادي محمود مختار التتش اللي اتحمس لها وعرضها على مجلس الإدارة وكمان ساعد باتصالاته على سرعة إنجازها وزي ما جيه في محضر جلسة مجلس الإدارة تولي الخطاب المرسل لمصلحة التنظيم الخاص برصف شوارع النادي الداخلية والموقع عليه من حضرة صاحب المقام الرفيع أحمد محمد حسنين باشا رئيس النادي وقد قرر المجلس شكر الأستاذ محمود مختار عضو النادي لمساهمته في السعي لإتمام هذا المشروع وكم مشروع حضاري زاد من جمال ورقي ورونقت ونظافة النادي ويوم 26 أكتوبر سنة 1944 اجتمعت الجماعية العمومية للنادي واخترت مجلس إدارة جديد ضم أحمد عبود باشا وأحمد عبود باشا كان نضم لعضوية مجلس الإدارة بالاختيار في المكان اللي خلي بوفاة جعفر ولي باشا رئيس النادي الليحة في الوقت ده كانت بتنص على وجود اتنين من المساهمين في مجلس الإدارة وكان أحمد عبود باشا واحد من المساهمين فتم تسجيته ودخل المجلس عضو عن المساهمين واجتمع مجلس الإدارة يوم 8 نوفمبر 1944 واختار طبقا لقانون النادي الرئيس والوكيلين وأمين السندوق وسكرتير النادي واستمر أحمد حسنين باشا رئيس للنادي وانتخب أحمد عبود باشا وكيل أول للنادي بدل من فؤاد أبازة باشا اللي اعتذر عن عدم إعادة ترشحه للوكالة واستمر أحمد فؤاد أنور بيك وكيل تاني للمجلس وانتخب الدكتور عبد السلام الحمامسي سكرتير عام للنادي والبكباشي عباس حلمي الغمراوي أمين للسندوق